السلام عليكم متابعين الأعزاء الشيطان هو عدو الإنسان فقد جعل الله عز وجل لنا الكثير من الآيات والدعوات والأذكار التي تحمينا من شر الشيطان فإذا أراد المسلم النوم وتهيأه وأخذ مطجعه فعليه أن ينفض فراشه ويدعو بدعاء ما قبل النوم فإنه لا يدري ما خلفه عليه ويسلم نفسه لله يحميها ويحفظها فيقول أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فلن تقترب الشياطين منه لأنه جعل نفسه في معية الله فعليه الاحتماء بربه عز وجل حتى يحميه من شر خبثه وممن تراه ولا تراه حيث إنه يجب على كل مسلم الالتزام بذكر الله تعالى حتى لا يقترب منه الشيطان فقل ثلاث مرات اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فهذا الدعاء سيحميك من الشيطان ويغفر الله لك ذنوبك به فقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نحمي أنفسنا من الشيطان قبل النوم وكيف نبعد عنا وسوسته ويغفر الله لنا ذنوبنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذت مطجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اتجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات فإنه من قالها ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زباد البحر وإن كانت عدد ورق الشجر وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يلقنها من بلغ من ولده فاللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسى عزيز المشاهد الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى